أهلاً بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وكعدته كل أسبوع رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر شبكة الانترنت حيث قال قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم بالمنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتألمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع الصلاة الشفوية قال قداسته إن الصلاة هي حوار مع الله وكل مخلوق بمعنى ما يتحاور مع الله ولهذه الصلاة قوة تجعلنا نسير بأمان في وادي الظلمات وتقودنا نحو مروج خضراء وغنية بالمياه وتجعلنا نعد مأدبة تجاه مضايقين كما يقول المزمور يعلمنا الكتاب المقدس أن نصلي حتى بكلمات جريئة في بعض الأحيان يعلم كتاب الكتاب المقدس أن مشاعر غير صالحة تكمن في قلب الإنسان حتى الكراهية ولهذا علمونا كيف نواجه الشر والأشرار أول صلاة بشرية هي دائما تلاوة شفوية فالشفاه تتحرك دائما أولا على الرغم من أننا نعلم جميعا أن الصلاة لا تعني تكرار الكلمات إلا أن الصلاة الشفوية هي الأكثر أمانا ومن الممكن دائما ممارستها بينما المشاعر مهما كانت نبيلة فإنها متقلبة تأتي وتذهب وتتخلى عنا وتعود يجب أن نتحلى جميعا بتواضع بعض الكبار في السن الذين ربما لأن سمعهم أصبح ثقيلا يتلون بصوت منخفض الصلوات التي تعلموها وهم أطفال ويملؤون حنايا الكنيسة بهمساتهم هذه الصلاة لا تزعج الصمت بل تشهد على الأمانة لواجب الصلاة التي مرسوها طوال الحياة دون انقطاع يسوع علمنا صلاة شفوية نتلوها هي الأبانة ويجب أن نتلوها ونكررها إلى أن تصبح الصلاة جزءا من ذاتنا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية صلاة جزءا أعبر صلاة جزءا اعرب نحن نحن نتلوها نحن نتلوها نحن نتلوها ربما يعجع ذي نكسل كنا نتلوها لمنقد إنها تلوها و يسمحن المشارة del Regno di Dio qui in mezzo a noi Signore benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male grazie a tutti